الأزمة الصحية في اليمن تتفاقم ومنظمة أطباء بلا حدود تدفق نقوص الخطر وتحذر من تحول مرض الكوليرا إلى وباء ينتشر في جميع أرجاء البلاد خطر بدأ في صنعاء وانتقل إلى محافظتي الضالع وائب المصادر الطبية في الضالع وجهت استغاثة للمنظمات الدولية لإنقاذ سكان المحافظة من مرض الكوليرا الذي يهدد حياة أكثر من 160 شخصا أما في إب استقبل مستشفى يريم العام حالات مصابة بالكوليرا إلا أن الإنقلابيين الحوثيين يحاولون التكتم على الوضع الصحي في المحافظة لا سيما وأن عجز ميليشيات الحوثي وصالح عن السيطرة على أزمة تكدس القمامة هو السبب الرئيسي لانتشار الكوليرا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم منظمة يونساف كشفت أنها وفرت أكثر من سبعة أطنان من الإمدادات تكفي ألفي حالة مصابة بالكوليرا أما منظمة أطباء بلا حدود فوفرت خلال الأسبوع الثلاثة الماضية العلاج لأكثر من خمسمائة وسبعين حالة وتشير المصادر إلى أن عدد المصابين بالكوليرا في اليمن تخطى 1600 حالة توفي منهم 103 أشخاص وفق منظمة الصحة العالمية وفي ظل تدهور القطاع الصحي وتوقف الخدمات في عدد كبير من المستشفيات ينتقل المرضى بحثا عن مراكز صحية لا تزال تعمل وينتقل معهم المرض ما يثير المخاوف من انتشار الكوليرا في باقي المحافظات اليمنية فدوى القلال العربية